كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة قبل الهجرة متجها إلى بيت المقدس وعندما هاجر إلى المدينة وصلها من منطقة قباء فمكث في قباء عدة أيام أسس فيها أول مسجد يبنى في الإسلام وجعل قبلته إلى المسجد الأقصى ثم توجه إلى قلب المدينة وكلما مر بمنازل قبيلة دعاه وجوهها للنزول عندهم وكان بعضهم يأخذ زمام ناقته أملا في أن يحظى باستضافته فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة وصارت الناقة المأمورة حتى بلغت أرضا بمنازل بن النجار فبركت فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا المنزل إن شاء الله ونزل عنها وسرعب أيوب الأنصاري إلى رحله فأخذه إلى بيته وكان قريبا وفاز بالاستضافة وفي اليوم التالي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شراء الأرض التي بركت فيها الناقة المأمورة فعرض الأنصار أن يهبوها له فأبى أن يأخذها إلا شراءات ودفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيمتها عشرة دنانير ذهبية كانت الأرض مربدا يجفف فيه التمر وكان فيها نخل مهمل وبضعة قبور قديمة وأكوام خفيفة من التراب فوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لتهيئتها ليبنى عليها المسجد فاجتمع الصحابة من المهاجرين والأنصار ونقلوا الرمم من القبور القديمة وقطعوا النخل اليابس ومههدوا الأرض وخط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود المسجد من الشمال إلى الجنوب سبعين ذراعا ومن الشرق إلى الغرب ستين ذراعا وحفر الصحابة الحدود بعمق ثلاثة أذرع وبنوا أساس المسجد بالحجارة وارتفعوا به فوق الأرض وأقاموا شرقي موقع المسجد عند بقيع الخبخبة ورشة لصنع اللبن الترابي وتجفيفه وأخذوا يبنون جدران المسجد بهذا اللبن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم فيحمل اللبن وحاول بعض الصحابة أن يحمدوه عنه فأباه وكان يشاركهم في إنشادهم أثناء العمل وهم يرددون اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وارتفع بناء الجدران خمسة أذرع وبنيت عضاباتها من الحجارة وفتحت فيها ثلاثة أبواب باب في الشرق وباب في الغرب وباب في الجنوب ولم يفتح باب في الشمال لأنه كان اتجاه القبلة آنئذ ثم وضع الصحابة في الجهة الشمالية للمسجد ثلاثة صفوف من جذوع النخل في كل صف ستة جذوع لتكون السواري التي تحمل السقف وشبكوا فوقها أعمدة خفيفة ومدوا فوقها حصيرا ووضعوا فوقه سعف النخل ثم غطوه بطبقة من الطين وفرشوا أرض المسجد بالحصباء الصغيرة والربل وبنوا في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد حجرتين لزوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وسودة رضي الله عنهما صار المسجد النبوي مقر العبادة والقيادة وبناء المجتمع المسلم يقصده الصحابة ليصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقوا منه الوحي وسائر أمور دينهم ويتهجدوا بصلاة الليل ويعتكفوا في رمضان وإمامهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلازم المسجد معظم أوقاته ويستقبل فيه الوفود ويعقد الرايات وإذا جد جديد مهم أمر بالصلاة جامعة فاجتمع الصحابة في المسجد فخطب فيهم وكان للنساء نصيب في ذلك يقصدن المسجد ويصلين في صفوف تالية لصفوف الرجال وكان اليهود الذين كادوا للمسلمين في المدينة يلمزونهم أنهم يصلون إلى قبلتهم في بيت المقدس لو لم نكن نحن على الحق لما صليتم أنتم أيها المسلمون نحو قبلتنا فكان هذا اللمز يؤذيهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء ينتظر من الوحي فرجا وفي الخامس عشر من شهر رجب بالسنة الثانية للهجرة نزل الوحي بالآية الكريمة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ففرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ونقل الصحابة قسما من سقف المسجد النبوي من الشمال إلى الجنوب وأكملوه بصف ثالث وتركوا الباقي في الجهة الشمالية ليكون مأوا لفقراء المهاجرين والغرباء سمي الصفة وسدوا الباب الجنوبي وفتحوا بابا في الجدار الشمالي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إلى أهل الصفة ويؤانسهم وكانوا أكثر الصحابة في أخذ الوحي وأمور الدين منه وبعد خمس سنوات ازداد عدد المسلمين في المدينة وضاق بهم المسجد النبوي وكان بجواره أرض فضاء فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين لشرائها فسارع عثمان بن عفان رضي الله عنه لشرائها فوسع الصحابة المسجد ضعف مساحته السابقة وارتفعوا بجدرانه إلى سبعة أذرع وغدا أكثر استيعابا للأعداد المتزايدة من المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخطب فيه يقف في مواجهة الصف الأول عند منتصفه وإذا طال وقوفه استند إلى جذع قريب فصنع له بعض الصحابة أو نجار من مواليهم منبر من درجتين ومقعد فكان يقف على الدرجة الثانية ويجلس على المقعد ويروى أنه لما وقف عليه أول مرة سمع الصحابة للجذع خوارا شديدا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر ومسح عليه حتى سكن وكان المسجد يضاء في العتمة بقطع من سعة النخل اليابس فجاء الصحابي تميم الداري ومد حبلا بين جذعين فيه وعلق عليه أسرجدا تضاء بالزيت فأصبح المسجد من وقتها يضاء بها وبخاصة في ليالي رمضان التي يمتلئ فيها المسجد بالمعتكفين أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يمضون ليلهم ونهارهم في ذكر الله وتلاوة القرآن وصلوات الفرائض والنوافل وقيام الليل ويفوزون بالفضل العظيم الذي خصه الله سبحانه وتعالى به والذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة في سواه إلا المسجد الحرام ولقد أصبح المسجد النبوي منذ العهد النبوي وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مقصدا للمسلمين حيثما كانوا يتطلعون لصلاة مطمئنة فيه وينعمون بعبادة هانئة فيما بشرهم به بقوله وهو الصادق المصدوق ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ويحضون بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب قبره الشريف اللهم ارزقنا صلوات وصلوات فيه وسلامات من قرب على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعله شفيعنا عندك يوم الدين وتقبل منا صلواتنا ودعواتنا وسائر طاعاتنا صلى الله عليه وسلم 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 شكرا